شايفين النظارة؟ اللمعة الطبيعية البشرة مجدودة ونظرة جدا فيتامين سي سيروم لعلاج الهالات السوداء وتجعيد حول العين وكمان علاج حبوب البشرة وكمان تديق مسام البشرة وإنتاج كولوجين البشرة تعالوا بينا نجربوا سوا يلا بينا نعرف طريقة فيتامين سي سيروم الأصلي أول مكون لفايتامين سي سيروم الأصلي 100% والطبيعي وأفضل من الجاهز كمان هيكون قشرة بورتقانة كاملة بورتقانة متوسطة الحجم هناخد القشرة بتاعها بس حلو؟ أو هنجيب اليوسفي اليوسفي هنجيب اتنين لأن اليوسفي بيكون صغير هناخد قشرتين يعني هنقشر اتنين وناخد القشرة بتاع حبتين اليوسفي طيب أنا استخدمت قشر اليوسفي مش البرتقان ليه بقى لأن اليوسفي في نسبة فيتامين سي أعلى من البرتقان أوكي فأنا استخدمت اليوسفي طيب هنعمل بعد كده إيه؟ بنقشره عادي جدا وبعد كده بنجففه سامعين؟ سامعين؟ صوت كراسبي أهو بنوصله للي هو الصوت ده إنه يجمد وينشف تماما تحت أشاعة الشمس بعد ما هينشف زي ما انتو شايفين كده لأن لازم نشيل الرطوبة اللي بتكون موجودة داخل القشرة عشان ما تسببش عفن للآآ فيتامين سي سيرم أو ما تخليش يكون عمر السيرم قصير طيب خلاص كده جففنا القشرة هنعمل إيه بقى؟ هننقعه هننقعه في إيه؟ هننقعه في مية ورد أو ماء زهر المتوفر عندكم اللي هو نقدار أربع معالق طعام المهم اللي هو إيه؟ يا دوب هنغطيه في أول السطح بتاعه هنغطي السطح بس بس ما يكونش مية عالية يا دوب بس يتغطى طيب خلاص كده حطينا مية الورد أو مية الزهر هنعمل إيه تاني؟ هنضيف معلقة صغيرة من الجليسرين الطبي على القشر وهنقلب المية بالجليسرين بإيه بقى؟ بقشر اليوسفي طيب وبعد كده هنعمل إيه؟ هننقعهم لمدة أربعة وعشرين ساعة أو اتناشر ساعة حلو كده لحد ما القشر يدوب تماما وده بيكون منظر النقع بتاعه بعد أربعة وعشرين ساعة وزي ما انتوا شايفين المية لونها بيتغير والقشر طبعا بيترة زي ما انتوا شايفين طيب في نقطة مهمة جدا جدا لازم تاخدوها في الاعتبار لو هتعملوا أي كريم أو أي فيتامين سي سيرام أو أي أن كان أي حاجة تستخدموا فيها لامون أو برتقان أو يوسفي مهمة جدا جدا أنتوا تستخدموا القشر بس وكمان يكون مجفف على أشاعة الشمس مش في الفرن زائد ما ينفعش تطبخوه أو تعرضوه لحرارة لأن لو اتطبخ أي نوع فيتامين سي لو اتطبخ أو اتعرض لحرارة بيفقد كل الفيتامينات اللي فيه حتى فيتامين سي نفسه فمش هتستفيدوا من الكريم أو من السيرام لو اتطبخ لأنه هيكون أصلا ما فيش فيتامين سي هيكون بح هيبقى كأنك بتحطوا مية ما لهاش أي لازمة على والشكر فدي نقطة مهمة جدا حبيت أوضح حالكم هنعمل ايه دلوقتي في الخليط ده هقوم أضربه في الخلاط كويس جدا جدا مش هضيف عليه أي مية ولا أي سويل تانية زي ما هو كده هضربه كويس في الخلاط وبعد كده هجيب قطعة قماش وهصفيه كويس جدا لإني مش عايز أي شوائب منه من القشر خالص عايز السائل بس فأنا هقوم أعمل ده وبعد كده هرجع أقول لكم نعمل ايه باقي الخطوات شايفين الحلوة حاجة كده جميلة جدا وعايز أقول لكم تاني اليوسفي أفضل كتير من البرتقون لأن فيتامين سي تركيزه أعلى من البرتقون طيب زي ما انتوا شايفين كده خلاص دربت الخليط وبعد كده صفيته بقطعة قماش اداني المحلول اللي انتوا شايفينه ده طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى في المحلول ده جبنا أي علبة فاضية هنجيب جل السبار الطبي من الصيدلية مش الفراش عشان الفراش بيتأكسد في خلال تمن ساعات فهيبوز لكم الفيتامين سي سيروم هناخد منه قد ايه؟ هناخد منه معلقة طعم معلقة طعم كبيرة طيب خلاص كده اخدنا جل السبار هنحط كابسولتين من فيتامين ايه الف او اللي مش عنده الكابسولات وحابين تستخدموا زيد فيتامين ايه استخدموا مقدار نص معلقة او معلقة صغيرة من معالق الشاي طيب واللي مش عنده فيتامين ايه الف تقدروا تستخدموا اربع كابسولات من فيتامين ايه ربع ماء ولازم نحط فيتامين ايه مع جل السبار عشان ما ينفعش نحط الاول فيتامين ايه مع المحلول عشان الزيت مش بيتخلط مع الماء فهو هيدخلط الاول مع جل السبار فهنفضيهم كده خلاص فضناهم وبعد كده هنخلطهم كويس جدا زي ما انتو شايفين جل السبار والزيت اندمجوا تماما مع بعض طيب دلوقتي بقى هنيجي نعمل ايه هنحط محلول فيتامين سي المركز اللي هو كان معلقة شاي مش معلقة كبيرة معلقة شاي بقى اللي هي معلقة صغيرة هنحط مقدار حوالي ست معالق صغيرين وطبعا انتو لما هتشوفوا التقل بتاعه هتعرفوا المقدار الصح وهنقلب تاني كويس وبعد كده بعد التقلبتين الاولينين دون نقلب بقى بالهند بلندر زي ما انتو شايفين اهو قوامه حلو لا تقيل ولا خفيف عايز برده اقول لكم على حاجة ده كده فيتامين سي تجاري بصوا فهو بيكون زي كده اهو ده كده التقل اللي احنا عايزينه بالزبط طيب هنعمل ايه بعد كده خلاص مش هنعمل اي حاجة هنجيب اي عبوة زوجة جاية فضية عندنا وبعد كده نفضي الفيتامين سي سيرام بتاعنا شايفين الحلقة والجمال بصوا هقول لكم دلوقتي طريقة استخدامه وكل حاجة بصوا الجلد كمان بيتشربه وكمان بيسيب ملمس رطب مش بينشف البشرة بسبب الجليسرين وفيتامين ايه طيب دلوقتي طريقة استخدامه ايه اول حاجة بعد ما نخلص الفيتامين سي بتاعنا بنحطه في اي كيس بلاستيك اسود كده تمام وبعد كده بندخله التلاجة وبنستخدمه المهم يكون في مكان معتم عشان ما يفقدش اي حاجة منه لان عايزين نستفيد منه باكبر قدر ممكن دي اول نقطة طيب خلاص كده مدة الفيتامين سي سيرام ده قد ايه مدة صلاحيته من خمس لست شهور شايفين قد ايه طبعا مية الورد متهرة ومد حفظة طبيعية جل السبار مد حفظة طبيعية فيتامين اي مد حفظة طبيعية وطبعا الورنج هو مجفف فما فيوش اي رتوبة انه يبوز طيب بعد كده بنستخدمه قد ايه كل يوم بالليل قبل النوم ويفضل دايما بعد اي استخدام فيتامين سي سيرام نعمل ايه بقى نسيبه ينشف وبعدها بخمس عشر دقيق كده ندهن الكريم الليلي المرتب بتاعنا اللي بشرتنا بترتاع عليه وبعد كده ننام ده حلو جدا للهالات السودا والتجعيد حول العين وكمان بيديق مسام البشرة سواء انفة او خدود بينتج كولوجين البشرة زائد بيعالج الحبوب بسبب فيتامين سي اللي موجود فيه طيب هل ده يمشي مع اي بشرة يمشي مع جميع انواع البشرة معادة الحساسة هتعملوا الاول اختبار تمام هتعملوا الاول اختبار اللي هو هتحطه زي ما قلت قبل كده في اماكن النبض اللي هو من هنا او بين الصوابع او وراء الودان اي مكان فيه نبض اوكي هتحطه شوية منه لو حسيته بحكة وحمرار خلاص ده مش مناسب لكم حسيته ان البشرة تقبلته وان انتو مش حسين باي اضرار منه يبقى ده مناسب لكم دي كده كل استخداماته يحفظ في التلاجة وعلى فكرة حتى لو ما تحفظ في التلاجة وتحفظ برا التلاجة برضو مش هيجراله حاجة والمهم نحط الكيس الاسود كده وقشر البورتقان يجفف وما يتسلقش ولا يتطبخ اوكي فده كده كان فيتامين سي سيرم للهالات السودة والتجعيت حول العين زي ما انتو طلبتوا مني يارب اكون افتكو لو عجبكم بقى كل حاجة تقدمت ما تنسوش تعملوا لايك شير كتير لعين ده بيشجعني واشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة سيوا باي باي